شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين حيث إننا الآن على مشارف أو على أعتاب شهر رمضان المبارك هذا الشهر العظيم شهر الله لذلك نتحدث بإذن الله تعالى نتحدث حول التغيير في شهر رمضان ونتحدث حول هذا الموضوع من خلال نقاط ثلاث النقطة الأولى التغيير يتنوع إلى نوعين النوع الأول التغيير الداخلي النوع الثاني يعني التغيير الخارجي ويمكن أن نقول إن هناك ترتبا طوليا فيما بين هذين النوعين يعني التغيير التغيير الداخلي يقع في الرتبة الأولى والتغيير الخارجي يقع في الرتبة الثانية علماء الحضارة وعلماء الاجتماع يؤكدون إن جميع التغييرات الكبرى التي حدثت في التاريخ هذه التغييرات تقدمها تغيير داخلي التغيير الداخلي كان أولا والتغييرات الخارجية الكبرى كانت ثانيا ثانيا وقبل علماء التاريخ وقبل علماء الحضارة وقبل علماء الاجتماع نجد هذه الحقيقة جلية في القرآن الكريم الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه التغيير الداخلي أولا والتغيير الخارجي ثانيا بل يمكن من خلال كلمة ما في الآية الكريمة العلماء يقولون إن النكره في سياق النافي أو الناهي تفيد العموم هذه قاعدة مذكورة في مباحث علم الأصول يعني إذا قلنا لا تضرب رجلا أو لا تغتب أحدا هذه نكرة في سياق النافي أو الناهي هذه تفيد طلب إعدام الطبيعة في النهي في النهي وتفيد انتفاء الطبيعة في النهي في النهي طلب إعدام الطبيعة في النهي في النهي في النهي الإخبار الطبيعي وجوده عين وجود أفراده أو بوجود أفراده ولذلك إذا طبيعة وقعت في سياق النافي أو الناهي تفيد العموم هذه قاعدة يذكرها العلماء لعلنا نتمكن أن نطبق هذه القاعدة على هذه الآية الكريمة الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما كلمة ما نكرة وهذه النكرة وقعت في سياق النافي فلعل هذه الآية المباركة والله أعلم بمراده تدل على أن أي فرد من أفراد التغيير الخارجي لا يمكن أن يحدث إلا إذا تقدم ذلك تغيير في الداخل لا يغير أي شيء بقوم حتى يغير ما بأنفسه ولذلك لا يمكن أن يتحول وضع فرد أو وضع أمة في أي بعد من الأبعاد إلا بعد هذا التغيير الداخلي أنا تارة مرة قلت لبعض الإخوة إحنا أقل شيء نلاحظه لا نحتاج إلى ملاحظة الإنجازات الكبرى أقل إنجاز بشريا يعني ولو كان بتأليف كتيب صغير هذا إنجاز بشريا هذا الإنجاز البشري المتواضع تقدمه تغيير في الداخل إحنا نظن أن العلماء أن العظماء أن العباقرة أن المؤلفين أن المخترعين أن المكتشفين لا يعانون المكتشف يعاني المخترع يعاني يعني مو فقط إحنا يضغط علينا الإحتياج إلى النوم العظيم أيضا يضغط عليه الإحتياج إلى النوم ولكن الفرق نحن لا نقاوم والعظيم يقاوم القوة الشهوية موجودة في العظيم القوة الغضبية موجودة في العظيم ولكن يقاوم كنا نقرأ في بعض حواشي الكتب العلمية المحشي يقول أنه أنا أكملت هذه الحاشية ولكن كم ليال سهرتها حتى أتقنتها بالنتيجة هذا المحشي مثل بقية الأفراد الأفراد ذهبوا وهجعوا هذا أيضا يحتاج إلى النوم ولكنه قاوم ولكنه تحكم وعبارة أخرى أيضا عنده وهو أنه حتى ارتفع عني طيبها مضمون كلامه يعني واحد عندما يستيقظ لصلاة الفاجر النوم بعد صلاة الفاجر لذيذ جدا واحد بمجرد ما يكمل وبركاته يريد أن يذهب وينم نحن الأفراد العاديين ربما نذهب وننام ولكن يقول هذا المحشي أنا قاومت حتى ارتفع عني طيبها لأن إذا واحد قاوم عشر دقائق طيب النوم يذهب النوم يروح منه فإحنا أقل إنجاز نجده في هذه الحياة هذا في الواقع مبتني على تغيير في الداخل التغيير في الداخل يعني الهيمنة على الداخل يعني التحكم في القوة الغضبية هذا تغيير في الداخل التحكم في القوة الشهوية هذا تغيير في الداخل لو لا هذا التحكم في القوة الشهوية أو في القوة الغضبية ما كان يمكن لهذا الكتاب المتواضع أن يرى النور وإلا هذا الكم الهائل المهمل في الحياة ليش نجده والقلة المختارة المؤثر في الحياة المؤلفون مؤثرون في الحياة المفكرون مؤثرون في الحياة المخترعون مؤثرون في الحياة وهكذا هذا التأثير في الحياة إذا ما كان هذا التغيير الداخلي ما كان هذا التحكم ما كان يمكن أن يوجد قرأت في أحوال أحد المكتشفين أنه سؤل ذات مرة هذه السينما التي هي في طريقك بين بيته ومحل عمله كم مرة ذهبت إليها واحد من المكتشفين فقال ذلك المكتشف أنا لا أعلم بوجود سينما في الطريق أكو سينما في الطريق أنا ما أعلم بذلك هذا التحكم أنه هذا المكتشف يذهب إلى المختبر ويقعد ويفكر ويصرف النظره عن ملاذ الحياة هذا التحكم في الداخل يقاوم القعدات الفارغة هذا التحكم في الداخل يقاوم المطالعات التافهة هذا التحكم يقاوم النوم هذا التحكم يقاوم الغضب هذا التحكم لو لا هذا التحكم في الداخل ما كان يمكن لأي إنتاج وإنجاز حضاري مهما كان متواضعا أن يرى النور في هذه الحياة لعل هذا ما نستطيع أن نستوحيه من كلمة ما في هذه الآية المباركة إن الله لا يغير ما بقومه هذه النقطة الأولى في هذا البحث النقطة الثانية التغيير بحاجة إلى الطاق الطاقة الداخلية إذا لا يوجد الطاقة الداخلية واحد من يتمكن أن يقوم بعملية التغيير نحن نحتمل أو نظن أو نطمئن أن إحدى أهداف نظام العبادات العبادات يشكل نظاما في الدين إيجاد هذه الطاقة طاقة التغيير العبادات فيها أبعاد عجيب وكثيرة ربما يكون إحدى أبعادها إحدى أهدافها إذا ما يكون إحدى أهدافها قطعا إحدى نتائجها لأن هناك فرق بين الغاية وبين النتيجة إما أن يكون هذا هدفا من أهداف النظام العبادات احتمالا أو ظنا أو اطمينانا إذا لم نحتمل ذلك لم نظن بذلك فقط عن هذه فائدة وهذه نتيجة إحدى النتائج المترتبة على نظام العبادات إيجاد هذه الطاقة ربما يكون إيجاد نظام العبادات لهذه الطاقة في البداية على شكل إيحاء ولكن بمرور الأيام العبادة توجد هذه الطاقة إيحاء ثم تتحول إلى حاله ثم تتحول إلى ملك يعني نحن عندما نقوم في كل يوم إن شاء الله أو إذا قمنا في كل ليلة إن شاء الله لنافلة الليل نافلة الليل ضمن نظام العبادات نافلة الليل توجد طاقة التغيير في الأفراء يعني واحد ضعيف إحنا ضعفاء كيف هذا الضعف يتحول إلى قوة بنافلة الليل واحد عندما يوفق لنافلة الليل يشعر بهذه الطاقة ويشعر أنه قادر على التغيير قراءة القرآن توجد هذه الطاقة طاقة التغيير واحد عندما يقرأ آيات القرآن الكريم يشعر بهذه الطاقة يشعر بالقوة في داخله وكثير من الأفراد بآية واحدة تبدلوا قضية فضيل معروفة الآية ماذا فعلت هذا يعاني وضع هذا الرجل إحنا كثيرا ما نشعر بأن وضعنا وضع غير طبيعي مو هو الوضع الذي ينبغي لا نرضى هذا الوضع لذواتنا ولكن من يتمكن من يتمكن من التغيير ليش لأن ما عندنا قدرة ما عندنا الطاقة على هذا التغيير الشيء اللي فعلته هذه الآية الكريمة أنه أعطت فضيل هذه الطاقة فجأتها وإذا به يتبدل تبدلا كاملا إحنا أيضا كذلك الأفراد الذين تحولوا الأفراد الذين تبدلوا منه كانوا آية واحدة قرأوها تبدلوا خطبة واحدة من نهج البلاغة تبدلوا موعظة من خطيب تبدلوا نظام العبادات من نتائجه إن لم نقل من غاياته إيجاد هذه الطاقة شهر رمضان إحدى مواسم العبادات المتنوعة في الإسلام هناك مواسم للعبادات الاعتكاف موسم للعبادة في هذا شهر رجب 13 رجب كما نقل في إيران 150 ألف واحد اعتكفوا في كل إيران هذا موسم للعبادة بكل أنواعه الحاج موسم للعبادة كم من المجرمين ذهبوا إلى الحاج وعادوا أولياء لله تعالى وعادوا تائبين يقول أنا ما أقدر أنا محكوم بهذا الوضع عندما يذهب إلى الحاج الحاج يعطيه طاقة يجي يبدل كل نظام حياته شهر رمضان أيضا موسم للعبادة محتوي على أنواع مختلفة من العبادة فيه الصيام اللي هذه عبادة مهمة فيه في شهر رمضان واحد ما يتمكن يكذب إحنا كلامنا ما في ضبط نتكلم في الدين والدنيا لكن في شهر رمضان واحد أي كلام يريد يتكلم مما يرتبط بالدين يحتمل أن يكون هذا كذبا على الله يواظب لذلك كثير من الأفراد في شهر رمضان ما يقولون مسائل شرعية في نهار شهر رمضان أنا شايف بعض الخطباء ما يقبلون المنبر في نهار شهر رمضان لهذه الجهة يقول أخاف أن يكون كذب على الله تعالى وصومي يبطل ولو هذه حالة مو ملكة لكن بداية جميع الملكات هي الحالات حالة الانتباه أنه أنا ماذا أتكل طوال شهر كامل واحد يلتفت إلى هذه النقطة أنا شنو دائتك هذا بمرور الأيام يغير الداخل ويغير الوضع الداخلي وهذا شيء مهم في شهر رمضان في الحج واحد كل دقيقة يجي يريد يباوع المرآة يذكر أنه محرم هذا يمرنه على التحكم في ذاته حالة تدرك ولا توصل شهر رمضان بصيامه بقيامه بقرآنه بأدعيته بأدعية السحر التي يقرأها بأدعية الراديو التي يسمعها بالقرآن الذي يوضع في البيت هذا النظام كامل للعبادة يحتوي على أنواع مختلفة من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه شهر رمضان ونحن الآن على مشارف شهر رمضان واحد ينبغي أن يكون شهر رمضان شهر التغيير التغيير في الداخل والتغيير في الخارج التغيير في الخارج يعني شنو؟ يعني المجتمع أيضا مهيئ المجتمع في شهر رمضان أكثر تهيئا وأكثر قبولا أولا نحن في يوم من الأيام يجب أن نحاول أن نكون خوش أوادي حقيقة يعني إلى متى بلغنا العشرين وبلغنا الثلاثين وبلغنا الأربعين بالنتيجة في يوم من الأيام يجب أن نكون خوش أوادي في يوم من الأيام يجب أن نفر إلى الله سبحانه وتعالى نحن قذبق من عمرنا كم نقدر لنا من العمر أنا في يوم من الأيام كنت أفكر إذا أعيش حياة طبيعية ولا يحدث هناك عارض أعيش بعد ثلاثين عام وأنتهي كنت أفكر حقيقة ثلاثين عام تسوي أو ما تسوي واحد يبيع آخرته لثلاثين عام أربعين عام مضت وثلاثين عام أيضا تمضي شهر رمضان وقت مناسب وجيد لهذا التغيير الداخلي الارتفاع عن الأنانيات الارتفاع عن الفرديات الارتفاع عن النزاعات الشخصية في واقعها كثير من النزاعات الموجودة النزاعات الشخصية ربما واحد بعد ثلاثين عام أربعين عام يرى أن كل حركته والعياذ بالله ما كانت لله طبعا من لطف الله على عباده أن الله تعالى بتوبة واحدة يحول سيئاته حسنا أنه هذه المدة الطويلة من الماش لمن كان ما كانت لله وإنما كانت للأنا ولتحكيم الذات يمكن واحد بعد أربعين عام يكتشف هذا المطل أولا واحد يحاول تغيير الداخل التوقف بين فترة وأخرى التجار يتوقفون يشوفون ماذا فعلوا ما هي حسابات الربح والخسارة نحن في شهر رمضان نفكر ماذا فعلنا ما هي أهدافنا ما هي منطلقاتنا إلى أين نسير ما هو المصير هذا المطلب الأول التغيير في الداخل الشيء الثاني التغيير في الخارج لأن القلوب مهيئة النفوس مهيئة فواحد يتمكن أن يؤثر النشاطات والاجتماعات والهيئات والمشاريع الخيرية المجتمع أكثر قبولا لها في شهر رمضان المبارك وواحد يتمكن أن يقوم بكل أنواع الخدمة مهما كان موقعه إذا قرار القرار مهم إذا واحد وقع في خط التغيير أنتوا لاحظوا البذرة خلوها في الراف خلوها في زجاجة هذه البذرة يمكن إذا تبقى مليون عام فرضا لا تنتج لأن ما وقعت في خط الانتاج الانتاج إلى خط ولكن أنتوا هذه البذرة خلوها في التربة الله تعالى هذه البذرة عندما خلتوها في التربة وقعت في خط الانتاج الله تعالى يسخر قوى الكون لهذه البذرة أو لهذه النوات الله يسخر الشمس لهذه النوات يسخر الأرض لهذه النوات يسخر أملاح الأرض لهذه النوات يسخر المطار لهذه النوات وإذا بهذه النوات تتحول إلى نخلة تأتي أكلها كل حين بإذن ربها أكو بعض الأفراد ما يقعون في خط الانتاج حتى إذا يبقى في قوم أو في مدينة أخرى مئة عام لا يؤثر شيئا لأنه ما وقع في هذا الخط والفرد الذي لم يقع في الخط الله تعالى لا يسخر قوى الكون لأجله ولكن الرجل متواضع الإمكانات إذا وقع في خط الإنتاج الله تعالى يسخر قوى الكون والقوى البشرية والطاقات الإنسانية لخدمته وإذا بهذا الرجل المتواضع حفر خطا في التاريخ هذه القضية ما أعلم نقلتها لكم أو لا كان هناك في الكويت رجل هذا في الليل يمشي في الشوارع في الأسواق في كذا في الكويت يقال له جومدار قديما ويحافظ على المحلات على الدكاكين يعني حارس ليلي هذا كان في يوم من الأيام أدى خدمته مثلا قبض على سارق من السراق الدولة قالت له ماذا تريد منها أنت أطلب مقابل هذه الخدمة مكافأة فكر ذلك الرجل قال مكافأتي أن تعطوني أرضا لأبني عليها حسينية هذا هو الأرض خمول الدولة الأرض لله تعالى أن تأذنوا لي أن أبني حسينية على هذه الأرض الدولة أذنت له في ذلك القضية يمكن ما القبل لعله ثمانين عام أعطوه أرضا وبنى عليها حسينية وإلى الآن الحسينية موجودة في الكويت حسينية جومدار إلى الآن باقية وفي شهر رمضان فيها ببرامج وغير شهر رمضان يعني حتى حارس لليلي يتمكن أن يبني حسينية نحن كل واحد منه إذا وقع في خط الإنتاج وفي خط التغيير وفي خط التأثير بدل ما واحد يشتغل بهذه الأشياء التافهة وبهذه الخلافات التافهة وبإن قلت قلت وما أشبه ذلك من هذه الأشياء التي لا تؤدي إلى نتيجة لأن لا لا يؤدي إلى نتيجة بدل ما واحد يشتغل بهذه الخلافات التافهة والخلافات الشخصية والخلافات الشخصية والخلافات الأنانية التي جوهر كثير منها الأنانية أنا أو أنت بدل ما يشتغل بهذه الأشياء يقع في خط الإنتاج وفي خط التغيير الله سبحانه وتعالى إذا قرر الفرد هذا القرار مثل وضع بذرة في التربة إذا واحد قرر هذا القرار نواة للتغيير الداخلي والتغيير الخارجي يمكن واحد يجد بعد ثلاثين عام بعد أربعين عام من هذا القرار أن تجمئات الحسينيات في العالم ومئات المساجد ومئات الكتب الوالد رضوان الله عليه أي واحد كان يشوف من الطلبة أي واحد يعني غالبان ولعله شبه دائما كان يشوق على التأليف لعله في خلال عمره شوق عشرات الألوف على التأليف والكثير ألفوا وإذا واحد أوقعتوا في خط التأليف يمكن في البداية يؤلف كتابا واحدا لكن بعدين يؤلف مئة كتابا ما فيش أي واحد من الطلبة شفته شوقوا على التأليف وعلى المنبر وعلى المحراب يمكن هذا يكون إماما من الأئمة الذين يهدون إلى الدين يعني الآن واحد يقرر أي واحد من الطلبة يشوف يشوق ربما بعد أربعين عام بعد خمسين عام يكون قد شوق عشرة آلاف طالع ونتيجة هذه التشويقات مئة ألف حسينية ممكن هذا شهر رمضان المبارك ينبغي علينا أن نحاول أن نبدأ بهذين التغييرين التغيير الداخلي والتغيير الخارجي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شَعَّت شُمُوسُ الْهَدِّي بِالْكَلِمَاتِ فَنَارَتِ الْأَفْهَامَ بِالْآيَاتِ أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر